انتهى الرد الإيراني على إسرائيل كل ما كنا نعرفه عن الهجوم هو أنه الأكبر في التاريخ من حيث عدد المسيرات لكن ماذا في التفاصيل؟ جيش الاحتلال الإسرائيلي مشاهدين أعلن في تقاريره أن عدد المسيرات التي انطلقت من إيران وحدها وصل 185 مسيرة بينما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن المسيرات كانت انقضاضية من طراز شاهد 129 وشاهد 136 القادرة على حمل صواريخ ذكية مع رؤوس انشطارية بهدف إرباك القبة الحديدية ويتراوح مدى هذه الصواريخ بين 1700 كم إلى 2000 كم وأشارت تقارير الجيش الإسرائيلي مشاهدين إلى أن إيران أطلقت 38 صاروخا من طراز كروز التي تحتاج إلى نحو ساعتين للوصول إلى هدفها وفقا لإعلان الحارس الثوري الإيراني ليس ذلك فحسب فقد أطلقت إيران 110 صواريخ باليستية موجهة أرض أرض من نوع سجيل الذي يصل مداه إلى 2500 كم ويحتاج للوصول إلى هدفه نحو 12 دقيقة فقط وصاروخ قدر بأنواعه الثلاثة H و F و S والذي يمكن أن يضرب أهدافا على بعد 2000 كم لنتابع مشاهدين الآن رحلة هذه المسيرات والصواريخ منذ انطلاقها حتى وصولها أو التصدي لها نبدأ من إيران بحسب وسائل إعلام إيرانية مشاهدين المسيرات والصواريخ الإيرانية انطلقت بدفعات متفاوتة من مدن وبلدات إيرانية شملت أصفهان وآراك وكرمنشاه ولورستان وتبريز وأذربيان الأغربية لتدخل بعضها مشاهدين الأجواء العراقية بحكم الموقع الجغرافي وتم رصدها بشكل واضح في الديالة والنجف وكذلك في كربلا عفوا إذن تم رصد المسيرات والصواريخ في الديالة والنجف وكربلا وكذلك في البصرة وميسان فضلا عن السليمانية بإقليم كردستان بحسب نيورب تايمز مشاهدين وزارة الدفاع الأمريكية قالت إن قواتها اعترضت بعض المسيرات الموجهة لإسرائيل لكنها امتنعت عن تحديد مكان اعتراض المسيرات أو عددها وطبيعتها لكن وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت إن القوات الأمريكية والبريطانية اعترضت أكثر من مئة طائرة إيرانية مسيرة فوق الحدود السورية العراقية نتحدث عن هذه المنطقة هنا وهو مشاهدين ما أكدته شبكة مراسلين الذين أكدوا سقوط بعض أجزاء الصواريخ والمسيرات في منطقة اليوسفية عند أطراف بغداد وكذلك في منطقة ملع أمر التابعة لمحافظة إيربيل كما تحدثوا عن سقوط بعض الصواريخ والمسيرات في هذه المناطق القريبة من الحدود السورية أما في سوريا مشاهدين فدمرت بعض الصواريخ في أجواء منطقة دير الزور وكذلك بالقرب من الحدود العراقية وفي أجواء محافظة دمشق وحمص وكذلك كان هناك أيضا نصيب كبير للقنيطرة ودرع بحكم قربهم من المناطق الحدودية من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتابعنا كذلك مشاهدين بالأمس وصول المسيرات والصواريخ الإيرانية إلى أجواء الأردن ونقلت رويترز عن مصادر أمنية أن مقاتلات أردنية أسقطت عشرات المسيرات الإيرانية فوق الشمال ووسط الأردن وهو ما أكدته مصادر إسرائيلية لاحقا كما شاهدنا مقاطع فيديو لسقوط أجزاء من الصواريخ فوق العاصمة الأردنية عاما وما إن وصلت مشاهدين المسيرات والصواريخ إلى إسرائيل حتى دوت صفرات الإنذار في 720 موقعا اتباعا وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية قامت إسرائيل داخليا بالتصدي للصواريخ والمسيرات في عدد من المدن أبرزها تل أبيب وحيفا وكذلك إيلات وديمونة والنقب في هذه المناطق كما تم رصد التصدي لعدد من الصواريخ والمسيرات فوق مدينة القدس وبعضها مر فوق مبنى الكنيسة واستخدمت إسرائيل مشاهدين دفاعات القبة الحديدية أرو ثلاثة حسب تقرير أو حتى استخدمت أرو ثلاثة حسب تقرير صحيفة واشنطن بوست وتقول الصحيفة الأمريكية إن إسرائيل اعتمدت على نظام القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية ويستخدم هذا النظام الدفاعي الرادار لتحديد التهديدات القادمة وتدميرها قبل أن تتسبب في أي أضرار وتعمل القبة الحديدية مشاهدين عن طريق تتبع المقذوفات قصيرة المدى القادمة بواسطة رادار وقد جهزت كل بطارية برادار كشف وتتبع ونظام تحكم بالإطلاق وثلاث قاذفات كل واحدة تحمل عشرين صاروخا إسرائيل المشاهدين استخدمت كذلك وفقا للصحيفة الأمريكية منظومة السهم أرو ثلاثة دفاعية المصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي والتي يصل مداها إلى 2400 كيلومتر وتعتبر من أقوى المنظومة الدفاعية في العالم المسؤولون الإسرائيليون المشاهدين توعدوا بأن يكون الرد قويا وصادما بينما طالبت الولايات المتحدة إسرائيل بإبلاغها بأي تحرك تنوي القيام به ويبقى السؤال هل ينتهي الأمر عند الرد الإيراني على التعدل الإسرائيلي على قنصلياتها في دمشق أم إن المنطقة ستدخل في دوامة الرد والرد المضاد لهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية فقراتنا وعودة